القسم الثاني تقيم أولي للربيع العربي ما له وما عليه أولاً الربيع العربي وما له إذا كان علينا أن نقارب موضوع هذه الدراسة بشكل علمي فإن إجراء تقييم أولياً للأحداث العربية للربيع العربي هو ضرورة فكرية سياسية يمكن عبرها تصور مدى الإنعكاسات على الوضع العربي بشكل عام وعلى الوضعية اللبنانية بشكل خاص وطبيعياً أن تتناول عملية التقويم الوجهين الإيجابي والسلبي بهذه الأحداث في حدود ما بلغته حتى الآن وفي حدود ما يتوقع أن تبلغه في المستقبلين القريب والبعيد وعليه يمكن إيجاز المعطيات الإيجابية للربيع العربي بالأمور التالية واحد إن اختيار لفظة الربيع للتعبير عما يحدث داخل العالم العربي اليوم هو اختيار مناسب لغوياً من وجهين قاموسي ومجازي قاموسياً الربيع هو المطر والجدول والكلأ والماء للأرض العطشة وعرس النباتات والحرارة الملطفة وخصوصاً هو الإقامة أي الربع والمربع بمعنى استقرار الجماعة في المكان عكس مأساة الرحيل الدائم الذي شكل قلقاً في ضمير الإنسان العربي ولد العرب الربيع ربيعان ربيع الشهور وفيه يأتي النور وربيع الأزمنة وفيه تنمو الثمار مجازياً الربيع هو رمز الشباب لأنه المرادف لعمر الشباب لعز الشباب في الحياة وهي مرحلة من العمر تنمو فيها آمال الإنسان بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي وهي آمال سوف تتحقق لأن وراءها أربعة الثقة والدينامية والأمل والرؤية المستقبلية فكيف إذا كانت الشبيبة هي القوة المحركة والفاعلة في كل ما يجري اليوم في الدول العربية وانطلاقاً من طبيعة الربيع الهادئة حياتياً ومناخياً جرت تركيز على البعد السلمي للحركات العربية بحيث أطلقت عليها تسمية ثورات القوى الناعمة في العالم العربي أي الخروج من مفهوم البطولات الدموية إلى مفهوم الثورات السلمية بهدف واضح وهو تفكيك الدكتاتوريات والأصوليات مدخلاً لبناء مجتمع جديد إثنان نداء الحرية وهو أعمق وأشمل ما يسم هذا الربيع إذ هو موجه إلى كل الفئات والجماعات والأجيال وخصوصاً إلى الشبيبة إنه المحرك الأكثر إثارة وجاذبية في نفوس المتمردين 3- العمل على إسقاط أنظمة الظلم والقهر والاستبداد أنظمة القمع والتسلط تمهيداً لبناء نظام جديد ديمقراطياً إنسانياً منفتحاً على الإنسان والحرية والتاريخ 4- الخروج من دولة الفجور السلطوي حيث يعتبر الحاكم وحاشيته العائلية والاستغلالية بأن الدولة هي ملكية خاصة له يتصرف بثروتها على هواه والدخول في زمن الدولة القانون بكل ما تعنيه هذه التسمية من التزامات على الحاكم والمواطن في آن وهو ما يضع الأخلاقية في مواجهة الانتهازية من هنا القول إن الصفة الجامعة للحركات العربية هي الخروج من المأزق الأخلاقي للأنظمة العربية 5- من هنا أهمية بروز قوى جديدة في المجتمع هي قوى الشبيبة التي لم تنغمس في مستنقع الفساد والانتهازية وهي ما أعطى هذه الشبيبة مصداقيتها لدى الرأي العام الشعبي فاستجاب لنداءاتها بالملايين ولديه ملء الثقة بها بعيدا عن الشعارات والانتماءات الأيديولوجية 6- إن هذا التوجه الذي قادته الشبيبة العربية خلق إمكانية فعلية لتجديد الثقافة السياسية إلى الحد الذي وصفه البعض بأنه صناعة للتاريخ إذ يتم فيه تشكيل عالم مختلف تفكيرا ومعرفة وعقليات وحساسيات وإدارة وسلطة وبالتالي نحن أمام حركة تنوير وولادة جديدة للعالم العربي إنها أكبر من ثورة إنها انبعاث شعوب وولادة جديدة تخوض فيها الشعوب العربية معركة مصيرها وقد اكتشفت نفسها وقدراتها وحقوقها 7- قيادة مشروع إصلاحي بنيوي عميق ذي هدف مزدوج التحرر من الخارج من الارتهان للقوى الكبرى وتحرير الداخل من الاستبداد والفساد وبهذا تتم استعادة السيادة الوطنية بالقوة الذاتية وإرساء التغيير والديمقراطية داخل المجتمع 8- عدم الاكتفاء لدى الشبيبة بالشعارات الخمسة للتغيير والإصلاح وهي الحرية والكرامة والديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان بل تجاوزها بتطويرها وإغنائها وإعادة بنائها بما يشكل قيمة مضافة في الرصيد البشري للشباب العربي ويعطي وجها جديدا للعالم العربي 9- مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في عملية التغيير وهو ما أعطى المرأة العربية فعليا لا كلاميا دورا أساسيا وفاعلا في صنع المصير العربي من خلال مشاركتها الفاعلة والجريئة في التظاهرات 10- قيام نظام تعددي يعكس واقعا اجتماعيا تعدديا وتعددية ثقافية ولطالما شدد المفكرون على أنه في البدء كان التعدد وليس الوحدنة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل حركة تمرد في كل بلد عربي 11- الاستخدام الناجح لثورة الأرقام والمعلومات التي منحت الشبيبة العربية إمكانات هائلة للتواصل والتفكير والعمل على التغيير الواقع وخاصة في مسألتين مركزيتين تفكيك الأنظمة الدكتاتورية وخلقلة المنظومات الأصولية علي حرب وهو ما قاد إلى قيام انتفاضات متعددة الأبعاد مدنية، سياسية، اقتصادية، تقنية، عقلية، خلقية بحيث أصبحت ذات أبعاد عالمية بقدر ما هي عربية 12- امتلاك الانتفاضة حصانة شرعية ناتجة عن اجتماع خمس قيم لديها الإيمان بالقضية والثقة بالنفس والتسلح بالحرية والتعبير عن نبض الشعب والسيد الصحيح في مجرى التاريخ الإنساني تاريخ تحرير الإنسان وهذه الحصانة الشرعية كسرت حاجز الخوف لديها وصار على الأنظمة تبرير شرعيتها وليس على الشعوب فعل ذلك 13- أخيرا وليس آخرا الشروع في رسم خريطة جديدة للمنطقة بفعل التغيير الكبير للمعطيات الجيو استراتيجية في المنطقة العربية والشرق أوسطية من ملامحها قيام شرق أوسط ديمقراطي ومزدهر يشارك في القيم العالمية ويدفع العالم العربي إلى دائرة الضوء عالميا ثانيا الربيع العربي وما عليه أما المعطيات السلبية التي نشأت والتي يمكن أن تنشأ على الانتفاضات العربية فيمكن إيجازها كما يلي 1- أولها وأخطرها مأزق الشرعية التي تقوم عليها وتستند إليها الدولة الجديدة حتى ولو ساعد الجيش على قيامها فكيف به إذا كان ضدها مع النظام أو محايدا في الصراع 2- وفي كل الأحوال فإن هذا المأزق الجوهري يضع الانتفاضات العربية في شبه ضياع بما يخص الدولة الجديدة 3- فهي أمام أربعة مصادر للشرعية 4- التقليد أو الدين 5- والزعام الملهمة أو الكاريزما 5- والعقلانية القانونية أو الدولة المدنية الدستورية 6- والأيديولوجية أي العقائدية الحزبية وهذا الضياع لدى الانتفاضات عائد إلى عدم وجود أي من هذه المصادر لديها بل لوجود قناعات أو أمنيات وسعيا للتوفيق بين مصادر الشرعية أو بعضها من دون إهمال الحقيقة القائلة إن مصدر التقليد أو الدين الإسلامي يبقى المصدر الأكثر تأثيرا وفاعلية في أذهان الجمهور العربي الإسلامي مع تمايز في مدى تقدمية أو أصولية هذا المصدر 2- خضر التجزئة فإذا كان الشعب يريد إسقاط النظام واستطاع القيام بذلك فعلا فأي نظام سيقوم مقامه وإلى أي حد تغيب عن أذهان دعاة الربيع العربي ضرورة الوعي لاستيعاب إشكالية الأقليات في النسيج الاجتماعي العربي فهذا النسيج مليء بالانشطارات الدينية والمذهبية والإثنية والقبلية الأمر الذي يسهل للأنظمة ولجهات خارجية ذات مصلحة استغلال هذه الوضعية للدفع بالفئات الأقلوية إلى طلب الاستقلالية أو إلى طلب الحماية الأجنبية وهما على العموم حلان انتحاريان إن اضطهاد الأقليات وإحراق دور العبادة لديها لدليل واضح على قصور في الوعي السياسي ذلك أن القاعدة الفكرية هي القائلة إن مشكلة الأقلية هي قبل كل شيء مشكلة الأكثرية والحل لا يكون إلا بوجود وعيا تاريخيا لدى قادة الأكثرية والأقليات على السواء وهذا غير متوفر وبأسف على ضفتي الصراع ثلاثة المخاطر الناجمة عن عدم توظيف الطاقات الشبابية التي اندفعت إلى الساحات العامة وانخرطت في العمل السياسي هذه الطاقات بحاجة لأن تتجسد وتترجم على صعيد الدولة المدنية والمؤسسات الرسمية والممارسات الديمقراطية والأهم في كل هذا تأكيد وتحقيق أحلامها بمساءلة أهل النظام من جانب وبإرساء الأسس للنظام الذي تحلم به من جانب آخر وهو ما يضع علامات استفهام أحيانا بالنسبة لعلاقتها بالجيش أي السلطة في مصر فتجد نفسها مضطرة للعودة إلى ساحة التحرير كي تذكر بموقفها ونظرتها ومطلبها من الأمور وهو أسلوب مشروع ديمقراطيا ولكنه مضر عمليا بمسار الحياة العامة ومصالح الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياحية أربعة إذا كانت التظاهرات الشعبية تمثل إرادة في التغيير فإنها في ظروف إسقاط النظام تولد لذى البعض حساسيات مفرطة ومغرضة يتغلب فيها اللاوعي المركوز على الوعي العقلاني المكتسب الأمر الذي يؤدي في حالات معينة إلى الاحتقان الطائفي والمذهبي وبالتالي إلى فتن طائفية عادة ما تكون مبنية على خطة مقصودة وضعها النظام أم على مجرد إشاعة محورها إشكالية الانتماء الديني وتغيير المعتقد ولكن خلفيتها الجيو السياسية عادة ما ترجع إلى سعي القوى الأقلوية للارتباط بل الاحتماء بالسلطة وهو ما يخلق شعورا من المرارة قد يتحول إلى حقد عليها لذى الأكثرية وينفجر في ظروف معينة وهو ما شهدته التجربتان المصرية والسورية 5- إذا كانت الانتفاضات تمثل الربيع العربي فإن هذا الربيع وكل ربيع حقيقي أو مجازي له مستلزماته ومقوماته في الجغرافيا والتاريخ ولدى الطبيعة والإنسان في آن واحد فلكل ربيع إطاره المكاني والزماني وموقعه ومعناه في مدار فصول السنة وله خصوصياته المرتبطة بالمناخ والتربة والرطوبة والإرواء والخضرة والكلأ والزهر والعطر وله موقعه على خطوط الطول والعرض نقول هذا لنؤكد على مسألة أساسية وهي أن الربيع الطبيعي الذي يشبه به ربيع الانتفاضات العربية هو ربيع له مرجعيته الطبيعية والبشرية يقاس بها ويحسب عليها ويحكم عليه من خلالها والمؤسف أن الربيع العربي يكاد يكون ربيعا مجازيا فقط أفقه وطبيعته ومرجعيته عنوان رمزي عريض مهم بل وجودي وهو مطلب الحرية بمعنى آخر يتجنب الباحثون إطلاق صفة الثورة لأنه لا يمكن الحديث عن ثورة بلا دليل لها أو كتاب أو منفستو لرسم صورة المستقبل بل أمامهم دعوة على الفيسبوك لإسقاط النظام وماذا بعد؟ مشاكل تنفجر في وجه الثوار وليس بين أيديهم كتاب أو نظرية يسترشدون بها وليس أمامهم زعيم يأخذون برأيه سوى جوجل ستة من التحديات التي تواجه الربيع العربي أيضا اختلاف جدول القيم الذي يحكم المجتمعات العربية اتجاه الأصوليين أم اتجاه الديمقراطيين اتجاه القوانين الموحات أم اتجاه القوانين الموضوعة اتجاه الحفاظ على التراث أم اتجاه الدخول في الحداثة وهو ما تم وصفه بالقول إن عربة التغيير يقودها حصانان كل في اتجاه واحد نحو المجتمع الديني والآخر نحو المجتمع المدني سبعة الاحتمال الدقيق الآخر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو الثورة المضادة إن الجدلية قائمة دائما بين الثورة والثورة المضادة وهي هنا ثورة الأنظمة العربية المتسلحة بأجهزة الأمن والمعتمدة على سياسة القتل وترهيب المجتمع المدني أي استخدام شرعية العنف في مواجهة الإرادة الشعبية أي شرعية الناس إن خطر الثورة المضادة يظل قائما لأن الطغاة لا يرحلون بسهولة حتى ولو كلفهم ذلك إعلان الحرب على شعوبهم وقصف مدنهم وقراهم بالمدفعية والطائرات والبراميل وعادة ما يعمد هؤلاء الطغاة إلى اختلاق الذرائع لكي يغطوا فعلتهم ومنها وجود مؤامرة على البلاد وجود عصابات مسلحة داخل المتظاهرين وإطلاق النار على قوى الأمن ووجود قوى ظلامية ووصلت مع العقيد القذافي إلى التخويف من أمرين من الحرب الصليبية لإثارة الحساسيات الدينية ومن وضع اليد على نفط البلاد وثرواتها يضاف إليهما وبشكل واسع التحذير من الحركات الإسلامية المتطرفة المعروفة بالتكفيرية والإرهابية ثمانية مضادات الثورة داخل السلطة إن السلطة الجديدة البديلة يمكن أن تشكل في بعض الأحيان ولدى بعض القائمين بها خطرا مضادا عليها ومن الداخل هذه المرة وهذا عائد إلى الانفراد بالأمر ومؤثرات العهود السابقة وتأثيرات الواقع الجديد عليها وشبق السلطة وجنون العظمة إن منازع الانفراد والاستئثار والاستبداد هي أقوى من مبادئ العدالة والمساواة والحرية التي هي مجرد قشرة خلقية وإلا كيف نفسر أن يتحول الضحية إلى جلاد وأخشى ما يخشى أن تنقلب الثورة على نفسها فتأكل أبنائها لهذا فإن أفضل ما يعمل للثورة هو تأييدها عقلانيا وليس تقديسها ولا تقديس زعمائها ففي هذا مقتل للثورة لأنه يؤدي إلى شرود بوجهين شرود الثورة عن مبادئها وشرود الزعماء عن دورهم التاريخي ومن هنا أهمية دور الجيش في مسير ومصير الثورة بأن يكون ضمانة الشعب لا أداة بيد الحاكم لقتل الشعب كما يحدث في بعض الدول العربية باختصار مع أن الوقت لا يزال مبكرا لإجراء تقويما صحيح وشامل للربيع العربي فإن المعطيات الحالية تؤكد أن الربيع العربي قد اقتحم قلوب الشعوب العربية في مختلف أقطارها منذ أيامه الأولى ووضع العالم العربي على مفترق كبير ووضع كل الأنظمة العربية الاستبدادية في موقع الدفاع تجاه شعوبها وجعل منها أنظمة ساقطة حتى ولو لم تسقط لأنها فقدت مصداقيتها وشرعيتها الداخلية والخارجية لكن الذين يودون أن يظل العالم العربي يعيش في خريف دائم وأكثر في شتاء دائم هؤلاء سيحاولون بكل الوسائل أن يستغلوا جميع الثغرات الدينية والنفسية والسياسية لتفشيل تجربة الربيع وإبقاء العرب على هامش التاريخ فعلى قادة الانتفاضات أيًا كانوا أن يتسلحوا بالوعي الكافي والواقعية التاريخية بعيداً عن التصورات التخيلية الخادعة لأن الدول تبنى على الأفكار وليس على الأوهام القسم الثالث إنعكاسات الربيع العربي على لبنان نقطة التقاطع في الصراع السني الشيعي للسيطرة على العالم الإسلامي إن التحولات التي تجري في العالم العربي هي بنسبة أو بأخرى أفقية وعامودية في آن أفقية بحيث تشمل عكاساتها وستشمل بشكل أو بآخر مختلف البلدان العربية عمودية بحيث تطاول هذه الانتكاسات في العمق الكثير من الأوضاع والمسلمات العربية على أن هذا لا يعني وجود محاكاة بين مختلف البلدان العربية بحيث أن ما يصيب إحداها يصيب الأخرى بمثله فلكل بلد عربي خصوصيته الجيو سياسية وبالتالي فإن تأثره بالتحولات وبالانعكاسات يرتبط بوضعيته الخاصة فهناك ما هو مشترك بين الدول العربية في إطار الربيع العربي وهناك ما هو خاص بكل دولة عربية فما هي انعكاسات الربيع العربي على لبنان قبل الشروع في هذا التحليل لابد من توضيح معنى الكلمة المفتاح في هذا السؤال وهي الانعكاسات فماذا تعني هذه اللفظة في فقه اللغة العربية فإن الثلاثي عين كاف سين عكس تعني القلب والانقلاب أي رد تالي الشيء إلى أوله الحقيقي ومنها عكس المرآة للصورة الحقيقية وعكس ذلك أي ضد ذلك بمعنى غير ما كان عليه الأمر وعليه فإن الانعكاسات للربيع العربي على لبنان تعني ما يصيبه من تأثير التحولات والتغييرات الحاصلة في محيطه إلى الحد الذي يؤثر على مسار الوضع اللبناني كما هو قائم حاليا وبالتالي يجعل هذا الوضع في اتجاه جديد بفعل ضغط الأحداث عليه أولا مجالات الانعكاس يمكن القول بل التأكيد أن للربيع العربي انعكاسات متفاوتة على كافة المجالات والصعود اللبنانية الروحية الثقافية والفكرية والسياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية فعلى الصعيد الروحي الثقافي سيكون للتجربة العربية الجديدة تأثيرا مباشر على مفهوم شرعية الدولة الحديثة ومدى كونها دولة دينية أو مدنية ومدى علاقة الدين بتركيبة المجتمع والدولة والثقافة ومسائل الحكم الإلهي كما تطرحه الثورة الإسلامية الإيرانية بآفاقها الشيعية وامتداداتها في لبنان والمنطقة ودولة الأمة كما تطرحها الحركات الأصولية السنية ومن ثم علاقة كل ذلك بقضايا التخوين والحوار والنظر إلى الآخر والعلاقة بالحداثة وبشكل أساسي النظر إلى التاريخ وجميع هذه الأمور على صلة عضوية بالوضعية اللبنانية والوضعية العربية على الصعيد الفكري فإن الربيع العربي يطرح بشكل مباشر وجاد المنظومة الأيديولوجية والعقائدية بكل أبعادها وأنواعها واستهدافاتها بما يعني ضرورة إعادة نظر أساسية بمنظومات الفكر العقائدي الذي تكون في النصف الأول من القرن العشرين واستمر وقوية في النصف الثاني منه وفيه الأيديولوجيات المعروفة القومية العروبية الماركسية الإسلاموية الأصولية الليبرالية التوجيهية والوحدوية وهاجس الأمة بطبعاتها المختلفة اللبنانية والسورية والعربية والإسلامية وصولا إلى القلق الوجودي المتمثل بتأكيد الذات أولا عبر الهوية على الصعيد السياسي الانطلاق من أولوية تأكيد الذات هذه المجتمعية والوطنية والعمل في خط سياسي ديمقراطي تحرري ذي وجهين التحرر من التبعية السياسية للقوى الإقليمية ذات المطامع والمطامح الجيوسياسية التحرر من التبعية للقوى الدولية التي لها أهداف استراتيجية في المنطقة الغرب وروسيا خاصة على الصعيد الإتني الخروج من الأمن الخاص المعني بقوة السلطة إلى الأمن العام المعني بأمن المجتمع ككلاً في إطار الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة التي يفترض أن تكون واضحة وشفافة وفي هذا الإطار يتم تحديد الموقف من إسرائيل خارج الاستغلال الشفيني للشعارات الفارغة والتي تشكل عامل استقرار لبعض الأنظمة وخاصة على خط الأنظمة ذات القواعد الأقلوية على الصعيد الاجتماعي أطلق الربيع العربي روحاً تحررية جديدة على امتداد العالم العربي والشرق أوسطي روحاً تبع وتعمل وتجهد لقيام دولة العدالة والحرية والمساواة والكرامة بما يعني عملياً إسقاط مفهوم دولة الفجور التي تعني أن السلطة فيها تعتبر نفسها المالكة للدولة وثرواتها توزعها على العائلة والمقربين وفي هذا أكبر انتهاك لمفهوم دولة القانون وللكرامة البشرية في آن على الصعيد الاقتصادي ساهم الربيع العربي في كسر حلقة الاستغلال المنظم داخل الدولة بل خارجها وعلى حسابها والمتمثل بوجود ميليشيات واجهزة أمنية ممولة من خارج الميزانيات ومؤسسات جديدة خلوية وعقارية مدعومة من السلطة وممولة من المصارف ومداخل إلى جيوب المسؤولين وليس إلى خزينة الدولة وتلزيم مشاريع دون رقابة ومحاسبة بما يشجع الفساد وفي مقابل الكلام على النمو الاستثنائي كان قف العملة يعني بإضعاف الدولة والقطاع العام وضرب الكرامة البشرية بحيث أن المطلوبة في العالم العربي هو بناء دولة القانون قبل أي شيء آخر إن الاقتصاد العربي في مختلف الدول سيتعرض خلال زمن الاضطراب السياسي إلى جمود وربما إلى نكسات الخوف والتهريب وعدم التثمير وهجرة الاختصاصيين والمتمولين ورؤوس الأموال ولكن هذا الأمر سيكون مرحليا في زمن الانتقال بحيث يعود بعدها إلى النمو وخاصة في ظل خيار صار واضحا وشاملا للجميع ألا وهو خيار الليبرالية العودة إلى المفكر اللبناني ميشال شيحة ورؤيته السياسية الاقتصادية منذ أربعينيات القرن العشرين وخلاصتها الفلسفية إنسان حر مجتمع حر فكر حر شعب حر واقتصاد حر ثانيا جيوبوليتيك لبنان والمشاريع الاقليمية إذا كان معنى الجيوبوليتيك المبسط هو التنافس بين قوى سياسية وعسكرية للسيطرة على مجال جغرافي معين هو هنا لبنان بكيانه الجغرافي فإن وطن الأرز يكاد يختزن كافة المكونات والعناصر والمبررات التي تدفع بالقوى الاقليمية والدولية للتنافس من أجل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط عامة وعلى لبنان خاصة في سياق استراتيجيات موضوعة لهذه الغاية وأهمية وخطورة هذه المشاريع أنها تتواجه في لبنان وتتقاطع في سوريا وهذا ما يعطيها طابعا مصيريا وحتى دمويا عشرة مشاريع تتقاطع وتتواجه في المنطقة وتنعكس في قليل أو كثير على أوضاع دول المنطقة والقوى الدينية والأيديولوجية والسياسية المتواجدة فيها وذلك بعد الحرب العالمية الأولى إلى الآن 1- مشروع النظام العربي التقليدي وتربوشه جامعة الدول العربية 2- مشروع سوريا الكبرى كما ارتسمه أنطون سعادة ويعمل له النظام الحالي في سوريا 3- مشروع إسرائيل الكبرى كما ارتسمته الحركة الصهيونية وهو في تمثلاته الثلاثة التوراتية وفي تمثليه الاثنين الوضعيين يضع حدود إسرائيل الشمالية على حوض الليطاني 4- مشروع الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج بحسب الأيديولوجيتين البعثية والناصرية 5- مشروع الشرق الأوسط الإسلامي أو الشيعي كما تطرحه الثورة الإسلامية الإيرانية الشيعية مع امتداداته الإقليمية إلى المتوسط بواسطة حزب الله في لبنان 6- مشروع الأمة الإسلامية كما تطرحه الحركات الأصولية السنية من حسن البنة إلى القاعدة وهو مشروع تكفيري جهادي قائم على مبدأ الحاكمية الشريعة زايد الحاكم 7- مشروع الشرق الأوسط الكبير كما طرحته الولايات المتحدة بآفاقه الديمقراطية الرئيس بوش والمحافظون الجدد بعد أحداث 11 من أيلول 2001 واحتلال العراق 8- مشروع لبنان الكبير كما طرحته الجهات المسيحية والوطنية المفكر يوسف السودة والبطريارك إلياس الحويك وترجم بإعلان لبنان الكبير عام 1920 9- المشروع الإسلامي الإصلاحي التركي العدالة والتنمية الجامع بين الإسلاموية والحداثوية تكتيك التوفيق بما يعني إنقاذ الحركات الإسلامية العربية من تاريخها الايديولوجي والوصول ديمقراطيا إلى السلطة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتعامل بواقعية وبرغمتية مع القوى الإقليمية والدولية إلى حد القول إن المشروع التركي ينقذ الحركات الإسلامية من حرجها التاريخي 10- مشروع الربيع العربي بطابعه السنوي القائم والمستمر بأهدافه المعلنة وحركة مناظره على مختلف الساحات العربية للوصول إلى الحقيقة والحرية والعذالة والكرامة في إطار دولة القانون في كافة البلدان العربية فهي أكثر بكثير من كونها حركة سياسية إنها حركة وجودية تعمل على بناء الإنسان العربي الجديد والمجتمع العربي الجديد وإعطاء العالم العربي وجوداً داخل العالم المتحضر وداخل الحضارة الإنسانية من مميزات هذه المشاريع الجيوسياسية 1- أنها في معظمها تهدف إلى قيام كيانات جغرافية سياسية وطنية أو إقليمية أو أممية 2- ولذا فهي مبنية على تمثلات أيديولوجية عقائدية 3- بعضها تحقق وبعضها سقط أو أسقط وبعضها حقق نصف نجاح ومع ذلك يبقى البناء العقائدي حاضراً في أذهان دعاتها والمؤمنين بها 4- لا تزال هذه المشاريع منبع الفكر النضالي لمختلف القوى السياسية في المنطقة قديماً وحديثاً 5- إن أهم وأخطر ما يحدث بينها الآن هو بكل تأكيد الصراع السني الشيعي أي الصراع القائم بين الهلال الشيعي إيران العراق سوريا لبنان حزب الله وبين القوس السني تركيا، مصر، السعودية، الخليج العربي، وواكستان وهو صراع يهدف بداية إلى السيطرة على المنطقة الواقعة بين الخليج والمتوسط ومن ثم على العالم الإسلامي وهذا ما يفسر الدعوة الأخيرة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي إلى كل من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس أي لتقوية الوجود السني ولحسم الأمور لصالح القوس السني في المنطقة بإيجاد معادلة عسكرية على جانبي الخليج لمواجهة قدرات إيران البشرية والعسكرية والجيوستراتيجية وهو فراغ كانت مصر تملأه عربيا من قبل والولايات المتحدة تملأه عسكريا 6- الأمر الملفت الآخر هو ما يجري الآن في سوريا من أحداث ذات خطورة قصوى ويبدو أن القوى السنية وخاصة الخليجية قد حسمت أمرها ردا على التهديدات الإيرانية ودخلت في معركة حاسمة بين الجانبين يعمل فيها القوس السني بواسطة الغالبية السنية الكاسحة في سوريا ووسائل الإعلام كالجزيرة والعربية على قطع الهلال الشيعي عند وسطه أي عبر سوريا مستندا إلى أكثريتها 17 مليون سني أي 75% من السكان في مواجهة أقليتها العلوية 12% من السكان الممسكة بالسلطة من هنا الطابع العنفي للمواجهة 7- هذه المواجهة بين القوس السني والهلال الشيعي يأمل منها الربيع العربي للسنة تحقيق أربعة أهداف أولها حسم الأمر نهائيا لمصلحة السنة بين المتوسط والخليج ثانيها وضع عائق أساسي أمام تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة وأقله الفصل بين سوريا وإيران ثالثها إضعاف دور إيران عامة وحزب الله خاصة بسبب القدرات المالية والإعلامية من التأثير على الشارع السني في الدول العربية انطلاقا من استخدام القضية الفلسطينية كرافعة تاريخية للدور الشيعي في مواجهة المسؤولين السنة والتأثير على الشارع السني مع الإشارة هنا إلى أنه ليس في فلسطين شيعة فالشيعة عامة بمن فيهم حزب الله يناصرون القضية الفلسطينية ولكن السنة هم القضية الفلسطينية وهذا فارق أساسي بين الجانبين رابعها العمل على وقف عملية التشيع الجارية لدى بعض أهل السنة العرب بفعل التقديمات المالية والبروباجندا الإعلامية والمواقف الإعلامية المتصلبة في إزاء إسرائيل التي يتخذها حزب الله خاصة والإيرانيون عامة ترجمة نانسي قنقر